السؤال النهاردة على لسان كل مواطن احنا كنا بندعم المملكة المغربية في ملف استضافة بطولة امم افريقيا القادمة 2019 بعد خمس شهور ست شهور بالزبط كنا بندعم مصر بتدعم ملف افريقيا او ملف المملكة المغربية النهاردة مملكة المغربية فاجئت الجميع بانها بتعتذر عن تقديم طلب لاستضافة بطولة امم افريقيا لكرة القدم في المغرب هذا الامر بيفتح الباب قدامنا كمصر وانا هنا بقى اخاطب كابتن هاني ابريدة والدكتور اشرف صبحي انه انه مصر تتقدم اتحاد الكوريا تقدم ليه لا ليه لا ليه ما قدمش طلب ليه ما استضيفش انا امم افريقيا انا بقول اتمنى وبدعو اتحاد كرة القدم ان يتقدم بطلب للاستضافة احنا كان اخر بطولة عندنا في 2006 البطولة اللي احنا فزنا بيها احنا فزنا 2006 2008-2010 ورا بعض الاول مرة وكابتن حسن شحاته طبعا ومنتخبنا الزهبي في ذلك الوقت والنهاردة عندنا منتخب زهبي ايضا محترم وفي مقدماته على في مقدمة كابتن محمد صلاح اللي اكاد ما بيعد شوية فارجو ارجو انا بقول ارجو اتحاد الكوريا تقدم بالطلب ده فرصة فرصة بالنسبة لنا 12 سنة ما عندناش بطولة بتقامع الاراضينا نرجع البهجة الجمهور فاكرين حضراتكم 2006 مصر كانت ازاي فاكرين ملاعب المصرية كانت ازاي مفيش موضع لقدم فاكرين البهجة اللي كانت فيها مصر عايزين نرجع ده يا جماعة ادونا الفرصة دي وبعدين من فترة كده لأي بعض الناس في اتحاد الكوريا يقولك لا اصحب ليه لأ ليه حضرتك لأ ليه احنا ليه كسلانين ليه مش عايزين عندنا ملاعب على فكرة عندنا ملاعب بتاعتنا جاهزة جاهزة تماما وفرصة بقى الجمهور يرجع فرصة بقى نرجع بقى الكورة الحلوة نرجع الجمهور الجميل يرجع تاني للملاعب المصرية وتبقى بداية حقيقية لعودة الجمهور للملاعب بتاعتنا خلاص امم افريقية جاية وبطولة تقام جمهور يملأ الملاعب في كل الماكن قاهرة اسكندرية برج العرب اسماعالية برج سعيد اصوات نروح نعمل ده يا جماعة ورسالة كبيرة للعالم كمان مصر تقدمت ومصر ان شاء الله تتقدم وهتفوز بإذن الله يعني نبقى متقدمين واحنا عندنا الثقة ان احنا نحصل على البطولة او نحصل على اقامة بطولة الامم افريقية على ارضنا ان شاء الله يلا انا بقول يلا اتحاد الكورة وهندعم كلنا ندعم واعلام نقف مع البلد ونسند بلد ونسند موقف مصر ملافهما مصر جاهزة ما عندناش اي مشكلة لا مشكلة امنية ولا مشكلة في الملاعب ولا اي شيء ولا في الفنادق الحمد لله عندنا السعدات كامل اذا احنا اقامناها في 2006 حصل عندنا تطورات كتير من 2006 النهاردة نعم كويسة حصل شوء لكن كويسة نقدر نعمل ده نقدر نقيم بطولة وتكون بطولة ناجحة من على ارض نصر هيا كابتن هاني ابو ريدا من فضلك مهندس هاني ابو ريدا رئيس اتحاد كرة القدم من فضلك مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب ورياضة من فضلكو هيا ندعم انه مصر تقدم لانه هيحسموا الكلام دي يوم السابت يعني عندنا بكرة وعندنا بعده في الله نقدم طلب النهاردة ولا بكرة وهيكون لنا ان شاء الله نصيب وبالتالي بقولكو هتغير حاجات كتيرة قوي هتعمل روح تانية خالص في الملاعب المصرية انا بكلم حضاكو بجد والله فهيا واحنا كمان فرصة ترجمة نانسي قنقر